أن كثير من المعالجين بقرآن الكريم استخدم هذا الأمر كمهنة يسترزقوا من خلالها وأصبحت في الغالب مهنة من لا مهنة له هل توافقني على ذلك أم تراني قد أفرطت في هذا الأمر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالعكس أنا أوافق الرأي بنسبة 100% بل ربما أقول لحضاك أنت يعني لم تبالغ بل يمكن أفرط في المسألة أكبر من ذلك بكثير يعني حضاك اللي عايش الواقع الواقع مؤلم جدا ومرعب جدا وبشع بصراحة وأنا حابب أن تخذ الفرصة في وجود أخونا الأستاذ الدكتور الله يحفظه يا رب ويأستاذ المشاهدين ونقصل لمسألة مهمة جدا جدا الطبيب حتى يتخصص كطبيب بيقعد كم سنة دي مسألة لابد للناس تتبه لها جدا يعني بيقعد ممكن أكتر من عشر سنين ويدرس كل أنواع الطب وكل الأعراض والأمراض وفي الآخر هتخصص فيه تخصص واحد تخصص واحد نعم وممكن يكونوا تخصص قلب ودارس بطنة ويجي له مريض قلوه روحه دكتور بطنة تمام تدارس لا بس مش متخصص ولا يجرؤ ولا يجرؤ على أنه يد للمريض دوا أوش أخص له الداء بتاعه ودام باب الألمان العلمية تخصص غير الخصوصي فتخصص غير طمعين ودارس تمام ومهنة الطب المهنة الوحيدة اللي لا تقف دراساتها أبدا هي مستمرة بدل الحياة وممكن يكون أستاذ دكتور كبير جدا ونجد في المقابل يعني شخص زي ما حلقته فضل قرأ كتاب حضر الجلسة بدأ ياخد أي أعراض يشخصها دي مسة أو سحر مع أنه فيه فارق كبير جدا بين الأعراض وبين الأمر فارق شاسع اللي ممكن الأعراض تتشابه والأمراض دي اختلف ويبدأ يشخص المرض ومنهم من منع المرضى عن الأدوية نعم بحجة أنه ما تحسنش مع أنه فيه أمراض عقلية المرضها لازم يستمر على الدواء مدى الحياة يعني وهو فعلا مصنف مريض عقلي زي مثلا بعض الأمراض زي الاطراب الوجداني والفصام وهذه الأمراض أسألاني يعافل جميع يا رب الله صاحب هذه الأمراض ربما يعني يحتاج في بعض الحالات يستمر على علاج مدى الحياة نعم فهو عشان يقول له أنا جات لنوبة وارتحت وجات لنوبة لا يبقى كده خلاص ده مش مش طب ويسيب الدواء نعم طبعا دي كارثة والنبي صلى الله عليه وسلم من تطبب وهو لا يعلم الطب فهو غارم يعني متحمل هذه المسئولية أمام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن مؤتمن في السر وفي النصح وفي التشكيل في كل شيء سأمن أين لك هذا أن تشخص مرض من غير أن تعلم الأعراض كلها نعم يعني أنت عشان تقدر تشخص مرض أصلا أو تحكم عليه في شيء غيبي مستاتر ملوش من قياس علمي في الأعراض وأنا سأفجر مفاجأة يعني حضارك أنا بعمل في المجال ده من وانا عندي 12 سنة إزاي بقى دي قصة طويلة وحاليا أنا داخل في 50 سنة يعني سني دلوقتي داخل في الخمسين تمام وحضارك تخيل أن أصلا الرقية دي في أصلها ما فيش حاجة اسمها علاج بالقرآن فيش حاجة اسمها كده خالص فيش استشفاء بالقرآن وهو مثل الدعاء تماما يعني الفرق بين الدواء وفرق بين استشفاء الدواء ده له مقاييس تجربية ثابتة الاستشفاء لا ده حاجة ربنا خاص بها يعني خصائص أنت ممكن تدعو الله عز وجل فيؤجل الدعاء وممكن يؤجل بالدعاء وممكن يستجيب من واحد ما لا يستجيب من واحد لحكمة نفس الشيء في الرقية نعم فمالهاج مش دواء ما فيش حاجة اسمها علاج بالقرآن دي دي أصل لفظة مش صحيح خالص استشفاء استشفاء بالقرآن وده أي حد بقدر الله زي الدعاء لا يحتاج إلى وسيط إلا بعض الأمور قد يحتاج إلى معين زي الشيخ إبراعي عبدالعليم هو اللي عليه إيه الباحث المتخصص مثلا في مسألة الرقية ممكن تبقى حتى يمكنك الأصل فيش حاجة اسمها فعلا ما فيش حاجة اسمها علاج بالقرآن نعم ده طيب الكلام اللي حضاك بتقوله كلام مهم جدا لكن ده معناه إنه ينبغي على الذي يعمل في هذا المجال إنه يكون دارس هذه الأمور حتى يستطيع يفرق بين هذا ودك ده مش ينبغي ده فرض إن أراد أن يتصدق لهذه المسائل ويتحمل تبعتها ديما أن يدرس هذه الأمور إن الرقي إيه حد يدرس فين بقى يا فن منجيال حديك بس حد بس يقول منجيال حديك يقولك يدرس إيه هو أصلا الرقي عبارة عن إيه كل الأحاديث الواردة الواردة في الرقي عن نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما فيها حديث تشخيص أبدا إلا حديث واحد أما النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا له فإن في وجهه الصفحة وده يعني إيه يعني دي لها شرحة لكن ما فيش حديث أصلا ده لك على علامات المس ولا على علامات السحر ولا في حديث يقولك إيه الأعراض بتاعته دي كلها اجتهدات فهو حتى لو خب الإجتهدات دي لازم الأول يرجع للأصول العلمية لما يشابه من أهدي الأعراض للأعراض العلمية الطبية والنفسية يعني لازم يكون على دراية كاملة وملم بالأعراض الأساسية المشابهة للأعراض دي دي لو أحب تصدر وبعد كده لما لها الأعراض دي ليس لها أسباب ولا مقدمات وفعلا لها شرحات تانية كتير ممكن أن تكون لخر ده في الحالة دي هو هيعمل إيه أي راقي في الدنيا لم يفعل أكثر من التوجيه نعم ودي كارثة يعني فيه نقطة مهمة جدا لازم الناس تفهمها ليه ربنا قدر المس والسحر أصلا ربنا قدر أمور مادية وأمور غيبية الأمور المادية دي ممكن يستوفىها الكافر والمؤمن الغاني والفقير واحد غاني هيقدر يتعالج عند أكبر الدكاتة وكأسباب ممكن يتعافى أكثر من الفقير إلا الغيب الله عز وجل قدر أمراضا وأوجاعا زي المس وزي السحر وزي العين وزي الحسد ليس لها حصنا اتداءا إلا الإمام بالله واللجوء إلى الله وحسن التوكل على الله نعم فإن باب أولى إن من أصيب بهذه المسائل أن يكون العلاج بحسن الظن بالله وحسن القرب من الله وحسن التوكل على الله وذكر الله مش التوكل على المعالج أصلا المسألة بقت عقيدة فاسدة نعم إنه رايح للمعالج الأشهر رايح للمعالج الأقوى وقول لك ده قوي ده شيء قوي يعني شقوي شكرا